بزاف ديال المتابعين كيتصنطلينو كيرحلو في صمت وكين اللي كيكون عندو ما يقول في هاد شي وما كيشاركهاش معانا فاختاريت في هاد الحلقة نوجه دعوة صريحة لقاع اللي كيتصنطلية دعبة يسجل الحضور ديالو بالاشتراك في القناة ويخلي لياشي كومنطير نقراه مع العلم اني كنتفاعل مع قاعلي كومنطير مهما كن العدد ديالها نبداو في هاد الحلقات العشر من السيرة ديال أوفقير واللي اعتمدنا فيها على كل من كتاب العائلة والدم العبد الحميد جماهيري واللي هو قراءة في كتاب أوفقير قدر مغربي لستيفان سميث وبعض الاقوال من كتاب فاطمة الشنة حدائق الملك والسجينة الملكة أوفقير والضيوف الرؤوف أوفقير ومن الصخيرات لتزمان مارت لمحمد الرئيس المعتقل السابق في تزمان مارت فبدينا الحكاية من النهاية ديالها من اللي تعتقلت العائلة ديال أوفقير باش نرجعه في إطار الحكي ونتعرفه على شكون هو أوفقير وكيفاش كان مساعد للمقيمين العامين ديال فرنسا في المغرب فتعرفنا على الزواج ديال أوفقير والحب ديال والفاطمة الشنة في ليلة القدر ومع الوقت شفنا كيفاش جهضت فاطمة راسها انتقاما بأوفقير شفنا كيفاش قمع أوفقير الريف وعلاش لقبوه بالقزار ديال الريف ومور قمع الريف غيتترقى مباشرة لدرجات كولونيل ومع الأيام غيجن الدليمي باش يديرو في بلاستو شفنا كيفاش تغتال المهدي بنبركا وشنو دير أوفقير مور ما تغتال في المهدي بنبركا ملي مشال سويسرا مورها تعرفنا على التفاصيل ديال القيلاب الصخيرة 1971 وكيفاش تعدموه الانقلابيين بالزربة طرقنا للموضوع من زوايا مختلفة وتعرفنا على شنو قال الحسن الثاني على الانقلاب مورها غايعيش المغرب واحد العام مضطرب وغايوقعو فيها أحداث كتيرة باش ندخلو في التفاصيل ديال الانقلاب الأوفقير 1972 ومور الانقلاب راكو مش فتوش حال بقينا كنقلبو على أوفقير فينا هو حتى لقيناه قالوا نره انطحر بخمسات القرطاصات في القصر ديال الصخيرات وبزاف ديال الرضوط اللي تسألو بسخرية على هاد القضية خاصة وانها كانت تعلق بخابير عسكاري ساهل يدير لحد الحياته بقرطاصة وحدة ولكن سواء انطحر ولا بقى حي كان المصير دياله هو الموت كما قال المالك تعرفنا على الأجواء اللي مرت بها الجنازة ديال أوفقير وشفنا شنوداز على العائلة ديالهم وراها في ضيعة الموت وكيفاش خلاتهم العزلة ديالهم التامة يفكروا في هدف واحد واللي هو الهروب وفي هاد الحلقة الأخيرة غنكملوا الحديث على الهروب وشنو غيتبعوا من بعد من الحياة وسط الأفلام والديون والإشهار بان العائلة ديال أوفقير ان الحل الوحيد اللي عندهم هو انهم يحفروا واحد النفق طويل باش يوصلوا للحقول اللي ضايرة بالمعتقل بدأوا الخدمة نهار 7 فبراير 1987 ومن اللي أول كان الرأوف هو المهندس هو اللي كيضرب الحسابات وكيعطي الأوامر حيث هو كانت عنده تجريبة وكان هو أول واحد غيحفر في الحيوط والأراضي ديال الحبز إما باش يخبيه الراديو دياله ولا باش يدوز عند الخدامات ومن جهة أخرى حيث ولا هو البنك ديال المعلومات وضروري باش ينجح أي مشروع هو كان كيعرف مزيان المواقع ديال أبراج المراقبة والساعة اللي كي تبدلوا فيها الحرص النوبة درسوا حلل الطربة ديال الحديقة والطبقات ديالها وبلوا أنه كان طبقة من الأرض الحمرية فيها ميتر ونص تقريبا وتحت منها طبقة طبشورية طينية متماسكة سبق لهم وحفروا بزاف ديال المخابئ في الأرضية ديال الزنازين ديالهم وكانوا كيخبيوا فيها حواجهم سرية وهد شعطهم تجربة في التعامل مع الطربة وكيحيدوا الزليجات ويرجعوها لبلاثتها بلا ما يهرسوها وكانت عاشورة كتصنع ماستيك واعر بالموترة بلا خيره واجههم جوج ديال المشاكل اللولة هو دك الصدع اللي كيديرو الحفير والتانية هي أن دك الزليج كم بيض بزاف وزيد على هد شي الصباغة ديال الحيوط اللي كيتقبوها استطع رأوف يلقى لحل المشكلة ديال الصباغة قشر الحيط جهة السرجم القديم اللي يلقاه في الحمام وخلط الغبراء بالدقيق ولتيد وزيد لي هالرماد باش ميبانوش يبقع بيضاء مور ما ينشفو الحيوط أما الأم فاطمة فلقات الحل باش تسد الحفرة ديال الأرض واللي كانت هاد الحفرات قدرت تفضحهم بسهولة من البداية خاصة وأن بورو والحرس اللي كانوا عاسين عليهم كانوا كل مرة كيبقوا ويقرقبوا على الزليجات فخيطات مرة أوفقير مجموعة من الخناشي وعمرهم بالطراب وكيسدوا بهم هاد الفجوات وكيبقى الترطيب ديال الأكياس كما هو وكان كل مرة كيجبدوها ويرجعوها بنفس الطريقة وكانت فاطمة هي اللي اختار عادت عودتاني الإضاءة باش يخدموا بالليل كانت كتشد الشعر وكتحطوه في القوطي ديال السردين العامرة بالزيت واللي كانت خبت منها ملكة 18 لترو منين غا تكون البداية وفينا هي النهاية وشنا هي الزنزانة اللي غا يجتمعوا فيها كاملين بسهولة العائلة ديال أوفقير كانت مجزء الربعة ديال اللي جروب مفرقين في الحبس وكانوا البنايات اللي كيكونوا فيها الحراس كي ينم جهة الباب اللي كيخرج الباحة الداخلية للضيعة وكان رأي ديال الرؤوف هو أنهم يحفروا النفق في الجهة المقابلة الأبراج المراقبة ويبدأوا الحفير من الزنزانة ديال اللي بنات خاصة وأنهم هم أربعة بهم وبالتالي فهما كيشكلوا أهم جمعة بالإضافة لأن الزنزانة ديالهم جت في الوسط بين الزنزانة ديال فاطمة وعبدالطيف والزنزانة ديال الخدامات رأوف كان ديجا حفر واحد النفق في 1983 باش يوصل للزنزانة ديال عشورة وحليمة ولكن السؤال اللي بقى كيواجهه هو كيفاش يدوز الحيط اللي كيفصلوا على أخوتاته ولقى الجواب اللي اكتشفوا واحد الباب كانوا سدينوا بالسيمة يمكن لهم يخدموا تحته وما بقى قدامهم سوى أنهم يوصلوا لأم فاطمة وولدها عبداللاطيف وكانت هادي هي العملية اللي صعبات عليهم بزاف في اللي اول استضموا مع القوادس ديزا في الحيط وقدوا يحيدوا غي حجرة وحدات تحت الفراش ديال ماليكة وكانت ديك الفتحة كافية باش يدوز منها عبداللطيف ولكن فاطمة بقى في الزنزانة ديالها واللي ولت هي السطوك ديال الحجر ماليكة هي اللي كانت كتقود العملية وكانت كتهضر بالهمس باش ما يسمعوهمش الحراس اللي كيديرو جوالات منتظمة برا في اللول حييدوا لبنات زليج وهذا العملية ديال توجد دات ساعتين وهو نفس الوقت الكافي باش يحيدوا لخناشي ديال الطراب ويرجعوها تحسبا لأي طارق وفي نفس الوقت نجح عبداللاطيف يدوز وتسل الرؤوف من نفق اللي في الزنزانة دياله عند الزنزانة ديال الخدامات باش يدوزوا عند لبنات في قاعها 16 متر ومربعة تقريبا كانت الظلمة هي سيدة اللحظة والإضاءة ما كيشعلوهاش تلخر باش يقتاصدوا على الزيت كانت مريم كتحك الظهر ديال الزليجات باش تبقى كما هي وباش يرجعوها كما هي من بعد تزادت الخبرة ديال اللبنات أمورشي سيمانات ولا والبنات مارية وسوكاينة كيقدوا يبلعو المدخل ديال النفق اللي فيها 24 زي اللي يجاف خمسة دقايق وكانوا البنات كيغربلوا الطراب بيدهم باش يفرقوا الطراب الحمر على الطراب الكحل وكيعمروها في شكاير أمامهم فاطمة فكنت كتدوز النهار ديالها في الخياطة وفي الليل كتجمع الحجر اللي كيمددوها لها تحت الباب المسدود بالسيمة فهذا اللحظة بدات المهمة ديال المخبأ السري اللي ديجا كان عندهم كان عبداللطيف كيطلع على الكتاف ديال أمو وكيحط الحجرات وحدة مور وحدة لداخل وكيرطبهم باش يستافدوا من البلاصة كانت هاد الخدمة خطيرة حيث الحجر ممكن يطاح لهم من يديهم ويسمعوا الحرى الصوت دياله ولا اللحفير ديال عبداللطيف فلهذا كانت مالك عاز سكت جر واحد لقوط ديال السردين ربطنوا بواحد الخيط باش تعطيه إشارة ديال الإنضار لهادك اللي كيمد في الحفراء بدأوا الحفر وتنوبوا العائلة على النزول للأعماق بسبب العياة والنقص ديال الأكسيجين الفتيلة ديال الشعر بوحدها هي الدليل ديالهم في الطريق من اللي كتقرب التنطفى كيخرجوا منتما بالزربة وكل ما كانوا كيتعمقوا في الحفراء كل ما كانت المهمة ديالهم كتزيد تصعب في اللول حفروا بشكل عامودي حتى وصلوا قريب ثلاثة متر تحت البناية ومن اللي وصلوا للطبقة الطبشورية بدأوا يحفروا أفقيا وقدر رأوف أنهم ما محتاجينش لعمية ديال الخشب حيث الاحتمالات ديال أن الطراب يطيح كانت ضحيفة وبقام توطر حتى دازوا الصور الخارجي بلا ما يصطادموا بشي ساس غارق من الساس ديال البناية فين كانوا وإلا كان خاصهم يحفروا بيرخور عالتاني من جديد وعاميق كتر في واحد النهار من النهارات أعلن رأوف أوف قير على النهاية ديال الأشغال وما بقى لهم سوى أنهم يحفروا للفوق باش يخرجوا وبدأ الطراب كي يطيح لهم وواحد النهار تدفن رأوف بالطراب ولجأ لخوه الصغير باش يخرجوا من وسط ذاك الركام كان نفق كيفوت تحت الرجلين ديال الحراس اللي كانوا كي يدوروا في البناية وكانت العائلة كتسمع لتنحنيح ديالهم والأصوات ديالهم كي يغنيوا بحلل رأهم حداهم لهذا كان خاصهم يردوا البالم زيان لأي حارة كي يقدروا يسمعوها وخا كانوا في حالة الخوف والارتيباك وخاصهم يحتارموا الوقت مع الربعة كان كي خاصهم يرجعوا كل شي البلاستو كان دوزن الساعة وكي يسمعوا الناهيق ديال كورنوليوس الحمار اللي كان بمثابة ألارم وخاصهم يصدوا النفق ويرجعوا الزليج والمسائل لبلاصدها وطيلت هاد ساعتين كي يخدموا البنات باش يتقنوا العملية الآخر زليجة وكي يبقى الوقت قدامهم حتى الـ 8.5 باش ينقيوا البلاست بالماء وينقيوا رأسهم من الغبرة في ذيك اللحظة كيكون عبدالطيف ورأوف وحاليمة وعشورة أرجعوا للزنازين ديالهم ويسدوا المنافذ اللي دازوا منها فمن لي كيفتحوا الحراس البيبان في الصباح خاص ما يكون تمتشي أثار يقدر يفضح الخدمة ديالهم في الليل خاصة وأن الحراس كيدينوا واحد الحملة ديال تفتيش دقيقة كل سيمانات لتد المرات في الصباح كانوا البنات كيبقوا يداعيوا باش ما يتفرشوش وكانوا كيحطوا الصاليب تحت الزليجات قبل ما يردوها وما سبقش في الطيلة ديال عشرة السيمانات اللي دوزوها في الحفير وحطوا الحراس رجليهم على شي زليجة من دوك 24 زليجة اللي كانوا كيحيدوها نهار الخميس 16 أبريل 1987 كانت الطريق في النفاق واجدة وخا كانت ناقصها الفتحة اللخرة باش يخرجوا الهواء الطلق يعني اللحظة الأخيرة وهي اللحظة اللي كانت بعيدة نسبيا حيث العائلة قروا يهربوا في الشتاء حيث كانوا نويين استرجعوا القوى ديالهم ويهي أرسهم لذيك اللحظة ويحطوا قاع الحضوض حداهم كما كتقول العبارة المسكوكا حيث من نوان بير الفوق الشتاء والبرد كيخليوا الحراس خاصة المكلفين بالأبراج ديال المراقبة يردوا القب على رأسهم وفي انتظار اللحظة ديال الهروب كانت فاطمة وجدت كل شي خيطات لكل واحد الباس كحل يلبسوه في الوقيتة اللي غيكونوا كيهربوا فيه والباس ديال المدينة اللي يكونوا صافي خرجوا برا خيطاتهم من الباسهم وصنعت مكسان صبات وتقاشر بالجل ليقدتهم من ساك غالي ديال الجلد وجدت واحد الغورميت ديال الدهب كان اوفقير جابوا معه من الهندوشين مسحت فاطمة سميتو التاريخ ديال الميلاد ديال اللي كانوا منقوشين عليه وكان الغارض منه هو انهم يخلصوا به في بلاس الفلوس فاطمة ما قداتش تمشي معاهم حتما كانتش قدت خلي مراهش يحد من ولادها ما كانوش قدين يهربوا كاملين ما شي غي حيت كانوا فيهم اللي عيانين وانما خاص ليسد الحفرة مراهم باش يغطيوا على الهروب ويربحوا شوية ديال الوقت قبل ما تبدأ العملية ديال التفتيش فتطرح السؤال شكون غاي يمشي وشكون غاي يبقى تحسم الأمر في ماليكة ورؤوف اللي كانوا مستقلم بذاتهم وعندهم شوية ديال المعطيات كانوا كسبوها قبل الاعتقال ديالهم فهما يلقتضت الضرورة قدين يتفرقوا على بعضياتهم وبقى السؤال عودتاني شكون غاي تزاد عندهم مريم مريضة وسكاينست بعدوها باش تبقى مع مريم اللي مريضة وهما بجوج متعلقين بماليكة وضروري تبقى شي وحدة باش ترجع الزليج على النافق فكان على ماليكة انها تحسم الأمر وقالت مريم هي اللي غاي تمشي معانا وهنا عبدالطيف غاي ينطافض لأول مرة في حياته ويعبر على الرأي دياله في هاد الاجتماع العائلي وقال لهم انا بغيت نشوف بالرأ وخان موت مور ما نشوفه حيرهم كامل بادرتو حيت عمرو مادر معاهم بهاد الطريقة عطار درأوف حيت ما كانش بغي عقد الأمور ويزيد من احتمال ديال الفشل كان كل شي عارف باللي عنده الحق ولكن ماليكة عارضة حيت شافت الاضطراب في السلوك ديالخوها الصغير اللي دخل الحبسه هو عنده تلت سنين ووقفات لهذا راح تدهنف هاد اللحظة وما حسموش في الأمر كان عندهم الوقت ديال المشتى كامل يفكروا فيها على خاطرهم الغد ليه في 17 أبريل مشت فاطمة عند بنتها ماليكة وقالت ليها مشينة فيها دازوا الحرارس فوق السطح وسمعاتهم كيقولوا باللي غايبنيوا واحد البرج ديال المراقبة فوق الزنزانة ديال اللي بنات قالت لهم واش عرفتوا شنو كيعني هاد الشي هاد شي كيعني ان الهريب غايبوا يولي واحد الحاجة مستحيلة قالت لهم خاصتكم تفتحوا النفق وتهربوا دابا ارتاب كات ماليكة وهي كاتفكرة تفتح النفق في واضحة النهار خايفة يفضحهم ولكن رأوا في التافق مع الرأي ديال المو هي جاهدك البني اللي كيديروه في البرج جديد سريع بزاف اخيرا فتحوا البنة النفق مع ديك الاحضاش ديال الصباح مرساعة جو الحراس مع الغداء وبحال ديما ما دخلوش للزنازين وبقت ماليكة كتكمل العملية وكتحفر ديك الشي اللي كمقالهم باش يخرجوا لهواء الطلق واستضمت اخيرا بالعروق ديال الربيع حيداتها ودخل الهواء وغطى على ديك الريحة ديال الطراب ضربة اخرى قوية وشفت ماليكة السما زرقا فوقها فجأة وقف لها القلب من اللي شفت قدامها عينين مصمرين في عينيها كانوا عينين ديال القطحة يرفض ديك الفارة اللي كيشوفها الاول مرة ومن نوع خاص تراجعت هي وطلبت من اخوها الصغير هو اللي دوزلوه لباش يدور برا ومن حسن الحظ ديالهم كان ديك النفق اللي حفروه كيديل الصور الخارجي واخا كانت الفتحة قريبة من السياج الليول ومن ظهره معه التاني ان هاد السياج كان مغطي بالربع الطويل اللي كيحجب المخرج ديال النفق على العينين ديال الحراس زحاف عبداللاطف بين السياج والصور الخارجي ورصد بديقة الموقع ديال الابراج المراقبة على اللي منو على الليصر ومن اللي رجع قالها الخوهراء اوف واللي كان عليه يحدد الوجهة ديال الهريب هاد العملية غدي اجلوها حيث الهاربين نتابهوا لان هاد النهار هو نهار جمعة وبما ان الهدف ديالهم هو انهم يمشيوا ويطلبوا اللجوء في شي سفارة اجنبية فكان عليهم يستنوا نهار الحد لهذا رجعوا سدوا الفتحة ديال النفق ورجعوا من جديد الزنازين ديالهم وصل نهار الحد وبقوا كيستنوا حتى بدا المحرك كيزنزن بحال ديما وصلت تمانية ونص وبقوا كيستنوا جوج سوايع كانوا الهاربين بغوا يوصلوا لبرة في الوقت اللي كي تطفوضوا ديك الساعة الحراس خاصهم جوج دقيق باش عينهم يولفض لام اضافة لان المحرك يبقى يدور وخط قطع الطيار وبدك شي غيغطي الصوت دياله على الصوت ديال اللي مشي ديالهم والصوت اللي غيكون من اللي تسلقوا السياج لبسات ماليكة ورأوف ومارية وعبداللطيف اللي لباس الكحل ديالهم ولتخوجهم بالكحل وداروا في شكاير خيطاتهم هم ديك اللي باس ديال المدينة وقرعة ديال الماء ووراقهم وفردي مصنوع من العجين الجافة ومغطي بورق مقوة ومدهم بالسخم وزيت الزيتون باش يلحتاجوا في شي حاجة ديال الطوارئ شربوا القهوة ديالهم اللخرة كانوا كلهم في الزنزانة ديال اللي بنات من غير ممهم وزحفوا واحد مور واحد تحت الفراش ديال الماليكة ودخلوا للنافق سمعات لأم الكلاب كينبحوا وشوي يوقع السكات شنوقع فاطمة الأم كانت خايفة وكانت ستنى تعرف شنوقع مور ساعة تقريبا رجعت سكينة مور مدوزت هاد الوقت كامل ورأسها بره النفق ستنى توما شافت والو ورجعت تحكي قالت باللي كانوا تنى شي كلاب وشي حارس من البرج الفوق غويت كيقول شكون تنى وكان الجواب هو السكات والضبابة قوية خرجات ماليكة من الفتحة ديال النفق بصعوبة بسبب الغلط ديالها عاونها خوهراء اوف وتبعهم خوهم الصغير ومن بعد ماريا من اللي خرجوا كاملين كانت الساعة العشرة ونص ديال الليل كان المحرك كيدور وستغلوا الحس دياله باش يفوتوا السياج عاون راوف خوتوا بتلاتة باش ينقزوا ولسقوا بالرد حدا الابراج ديال المراقبة بجوش كيستنوا ويوقف المحرك وغيب داوي زحفوا حتى تصمروا في بلايستهم بسبب الكلاب اللي بقاوين بحو بقاوشات دين في بعضياتهم ورفع راوف راسو لقاوا واحد الكلب مكشر على الدروس دياله وحده تماشي كلاب اخرين شعل الحارس ديال البرج اللي عليصر الدو دياله وغوتش كونت ما وصلت الدو على داكل الكلب سمعوا واحد الحارس خور كيسووا لشنو كين وجاوبوا قال لي غيكلب مشاوا دوك الكلاب وقرر راوف يبدلوا الاتجاه باش ما يتلاقاوش معاهم من راخرة استمروا في الزحف حتى وصلوا الواحد البلانديا للفول قرردوا قافوز وبدوا كياكلوا اول ثمار الحرية فكرت ماليكاف الخرين اللي راهم في الزنازين وقتار حات يرجعوا عندهم باش يخرجوهم معاهم ولكن راوف ما بغى لهمش وحسن في هاد المسألة وتبعوها الاخرين في الممرات اللي كتختار قدوك الحقول كيرمي ورجليهم في الضلام بشكل عشوائي تمشوا ساعة ديال المقانة وخيموا الضباب في الجو راوف قال لي هم خاصنا نستمروا في المشي ومن جديد بدأت الكلاب كتنبه تراجعوا وتخباوا وبنت لهم واحد النقطة حمركة الماء وسمعوا الكحان كان الحارس ديال البرج كيتكيف واحد القار من قبيلة هم كيدوروا على البناية رجعوا يزحفوا من جديد وبدأوا كي يجريوا حتى يوطحوا كانوا طلبوا من فاطمة وفقيروا اللي بقى معها انهم يصمدوا للمدة ديال 12 ساعة يعني الوقت الكافي باش يوصلوا صفارة اجنابية ولكن ها هي جوج سوايع مشاتوا هم مازال كي حموغي على المواسكر اقترحت عليهم ملكي ستنوا حتى يصبح الحال ويبقوا غاديين ويسولوا الناس ولكن راوف رفض هادشي وقرر يستمروا في المشي ودكشي اللي كان جاوزوا دوك الحقول وحاوناتهم ضو ديال القمر حتى وصلوا للقودرون فحيدوا لبس ديالهم لكحل ولبسوا الحواج العادية وغسلوا وجوه هم اللي كانوا طلصوها بالحموم مع الثلاثة الصباح صادفوا واحد الكريسة عند واحد البناية وغوت عليهم الحارس فعودوا له واحد القصة معقدة لأنهم أسرة وبقات بهم طموبيل ديالهم أومبان كانت هاد القصة صعيبة تيقها الواحد ولكن الحارس ديال المركز الحالي في البرج جديد ما استلغاش مع داك شي ومشا كي يهدر مع راوف وعرفوا الهاربين باللي راهم على بعد 17 كم من البرج جديد لمدينة وقال لهم داك الحارسة وديرا كيف وتمناش كميوم على الربعات الصباح وغي يهدر لهم معاه باش يديهم الكازا ولكن الشيفور ديال الكاميوم اللي جا ما بغاش يديهم وكان عليهم يواصلوا الطريق على رجلهم حتى وقفوا واحد الشاحنة بير لحمراء خلقوا واحد الحكاية جديدة عود تاني وتيقها الشيفور بسهولة اركبوا معاه مور متافقوا يوقف بهم قبل ما يدخل بير جديد لمدينة من اللي وصلت ستاد الصباح كانوا في المفترق ديال الطريق اللي كددي الكازا ومشاوش دو تاكسي كورسا قناع رأوف الشيفور ديالها باش يخلصوا بالسنسلة ديال الدهب ويديهم الكازا في المعتقل بقى فاطمة ومريم وسكاينة والخدامة الطول للخدامين كيسدوا التقابي والممرات جاوا الحراس وسولوا على الولد الصغير فقالت لهم فاطمة بلي راه في الطوالة ومليفتحوا الباب ديال الزنزانة ديال البنات كانت سكاينة ومريم دالوا وسايد والحواج تحت الغطاء وملي وصلوا للزنزانة ديال رأوف عرفوا كل شي حي تلقاوها خاوية وشافوا الحفير والمدير ديال الحراس كان غاي حماق وصلوا شي مسؤولين من الرباط مع الحضاش ديال النهار وفي هاد الوقت كانوا الهاربين ووصلوا لكازا الشيفور مبغاش يدور بهم في المدينة ولكن رأوف فكروا بالسنسلة ديال الدهب وملي سولوا على البلاسة فين غادي أعطاه العنوان في حي أنفر الصديقة دياله جميلة لقاوا الفيلا خاوية وزادوا كابلوا التناوي ديال الشيفور وهددهم باللي غايمشي يقول هاد شي اللي بوليس رأوف فذكروا من جديد بالسنسلة وبالخرق دياله للقانون وأنه ضار في المدينة اقتار حات ماليكة تتصل بخالها واحد مشات لوحد الفيلا خرا وصلنات في الأنتيرفون طلت الخدامة من الباب وسولاتها شنو بغات قات لها باللي بغت تهضر مع عائلتها باش ينقدوها طلبت منها الخدامة تتسنى حتى تستقدموا للضار جاموا للضار وكان طبيب واسمح ليها تدخل ادها عن التليفون وعطالها تعيط دخلت النمرة ولكن بلا فايدة قات لها الخدامة كي تدخلي غي خمسة دنوامر خاص كي تدخلي ستة دنوامر قات لهم بنت أوفقير باللي الغربة كانت طويلة بزاف وهذا هو السبب عرض عليها مولدار تفطر معاهم وقات لهم باللي رأى معها عائلتها برا فمشا دخلهم حتى هما هدر له رأوف على عائلات معروفة الأفراد ديال هم للأصدقاء ديالعائلة أوفقير مشا بهم الدكتور مولدار الفيلا ديالوحد العائلة من هاد العائلة القريبة دخلت مالكة بنت أوفقير الفيلا وكات قول بحال اللي فارقت هغي البارح تلاقات مع أخو العاشق ديال أمها قالت له أهلا قالها أهلا قالت له وش معرفتينيش قالها لا قالت له أنا مالكة بنت الحجة مالكة أوفقير قالها شنو كتديري هنا واخاها ككملات مالكة هدرتها وقالت له رأهم طلقونا احنا بربعة وسووا لها أخو العاشق ديال مها ومك فينا هي قالت له فرقونا على بعضياتنا احنا أخلونا في كازا وهي تقدر تكون في الرباط وما عندناش الفلوس وبغيناك تعاوننا باش نمشيوا عندهم للرباط وافق لها على الطلب ديالها بشرط ما تعيط شمها الخوه اللي كان هو العاشق ديالها ركبوا في الطموبيل دياله ومشاو المحطة ديال الكازا للمرصا وتم معطاهم 300 درهم ركبوا في الترين ووصلوا للعاصمة الرباط مع ديك الحداش وكان خاصهم ينقاسموا على جوج حيط بيتي تاكسي ما كديش ربعا ديالنس ركب رأوف بوحدو مشاو الباريد المركز يقبل ما يلتحقوا بيها الأخرين في الصفارة ديالفرنسا بللي وصلت ماليكا والاخرين عند الصفارة قالوا لها بللي اليوم يوم عطلة دينية فرنسية ففي نفس الوقت كان رأوف وصل للباريد وصفت برية الجوزي أرطور كتب في العنوان ديالها فرنس أونتير بوب كلوب باري وكتب في البرية بللي العائلة ديال أوفقير كيطلبوا المساعدة وكيطلبوا يصف تونسخ من هاد الرسالة الفرنسوا ميترون والبابا وريغان وآلان ضولون وإهلي فايزل وروجي حانين وإيف صونتون ومارغاريت تيتشر طلب رأوف من الموظف ديال الباريد يعطيه نمر التليفون ديال إذاعة فرنسا الدولية وفاش كان كيدوي معه شاف جوج ديال البوليس دخلوا للباريد فاعتذر الموظف ودخل الكابيني ديال التليفون درسوا كيهضر في التليفون موراها خرج من تمه بالزرباش التاكسي ومشي عندهم عند الخريم اللي كاينين في الصفارة الفرنسية من اللي وصلت مالقاهو مش تمه جا عنده واحد البوليسي مغربي وسقوله واش انت راجل ديال المرأة اللي جادة بعد قال ليه رأوف اه انا راجلها فوقف ليه الطاكسي وطلب منه يمشي للصفارة ديال الامريكان قال ليها غا تكون كاستنك تمه وصل للصفارة ديال الامريكان وقال ليه الحارس ديال الباب اللي راهم في شي قاعة تمه التحق بهم ولاحظة انه تمه واحد الشباك كيواجه المارينز اللي كيراقبوا الدخول للصفارة واللي ممنوع يدخل تمه شي واحد ما عندوش الباج رجعوا عود تاني من تمه خايبين وركبوا في واحد طاكسي صغير قنعوا دك الشفور باش يديهم كاملين مشاول الدار ديال واحد صاحب جدهم الشنة فرضاتهم ولت الدار وقال ليهم هاد السيدة اللي كتقلبوا عليها مبقات شهنة وعطاتهم العنوان ديال بنت هاد صاحب جدهم في اكدال مشاول عندها وبقوا كيستنوها على الطروط وار من لي جاد عندهم شافت ماليكا وعقلاتها فاتصد مات وسكنها الخوف وقال لها علاش انا علاش اغتاري تيني انا سيري بعديني فقروا يمشيوا عند واحد العائلة اخرى كانت ساكن احدهم من لي وصلوا لطمه مالقوش مولد الدار وفي ديك الحالة اللي كانوا فيها سمعوا الصود ديال اليكوبتر فبدوا كيهربوا حتى تلقوا راسهم في طريق زعير ومشوا للدار ديال واحد العائلة فرنسية عرفاتهم مولد الدار وعودوا لها حتى هي على انهم طلقوا لهم وانهم الخرين راهم في الصغيطار ومن لي رجع راجلها هو اللي كان مولد الدار قاسوا الشك وبقى كيسولهم بزاف قطار حيتصل بالكولونيش نولا بالولد واحد ولكن ماليكا وراؤوف ما خلوه شي ديرها حيتخافوا ويتفضحوا اعطاهم تكمول الدار الحمام وشي بيوتخاوين فين يباتوا في الليل حاولت ماليكا تخدم تليفون ديال بيتها وجاوبها الصود ديال مولد الدار الفرنسا ويقال لها وشخصك شي حاجة قاتليه لا لا شكرا واتضح لها انها مشي بوحدها اللي بقت فيقتل ديك الساعة في البيرج جديد بقت فاطمة وسوكينا سهرانات كان وصلوا واحد الوفد نفو عالي من المسؤولين فيهم الكولونيل وكولونيل ماجور وثلاثة ديال ديستيل اخره بقوا كيستنطقوا فيهم ثلاثة ديال السواية ومع السبعة دليل دوا فاطمة لوحد الاستنطاق جديد كان كيقودوا لكمي سيريوس في قدر وثلاثة اخرين ومن اللي وصلت واحد شخصية مهمة على شيريليكوبتير خرجوا دوك المسؤولين كاملين باش يستقبلوها فصرقات فاطمة واحد البكية ديال القارو من نوع كول وعطات منها لسوكينا ومن تماغت بقى تستعمل غيها ديالنوع ديال القارو رجعوا دوك المسؤولين وبقوا كيستولوا سوكينا امها فقاتليهم في الاول بلي ولادها مشاول الجزائر ومن بعد عود تاني قاتليهم لارا مشاول طانجا ونهار 24 ابريل كشفات سوكينا على داك النفق وصوروا كل شي فالرباط في نفس النهار مزلوا الهاربين باش يفطروا ولقوموا للدار ما كاينش فقروا يخرجوا متما ديرك في الطومويل ديال والدك الفرنساوي وطلبوا منو يتسنهم قدام السفارة ديال السويد وخرجوا متما مخبيين في الخرق طارح راوفي رجعوا للدار ديال 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 العائلة الفرنسية باش يعيطوا من تمال الإذاعة ديال فرنسا الدولية لقوا تماغي الخدامة حيط الولد والمرام شاو بيشي لتحقوا برب الأسرة وما خلاوهمش دوك الخدامة يتصلوا بشي حد وصلت مولة الدار ورجلها معا واحد ولد الكولورين الشنة وبما انتوا موبيلتوا معروفة ما كانش كينسحهم يديوها طلبوا منهم الفلوس وتسلف خالهم واحد من عندك الفرنساوي حتى يعطيهم من بعد شدوا لد أوف قيرت لتالاف درهم وحويش زوينة لبسوهم أعطوها لهم ديال العائلة الفرنسية وفي وسط النهار من اليوم التاني على الهروب ديالهم شدوا الطاكسي ومشوا للمحطة ديال التران في الرباط أقدال شد راوف واحد الطلاب وأعطاه الفلوس باش يقطع ليهم ربع ديال الوراق لطانجة أركبوه في ديال التران مع ديال الربعة ودخلوا لواحد الشومبرة مع واحد الراجل من طانجة ساكن في بلجيكا شجعاتوا ماليكا باش يغازلها من باب الاحتراس وكانت معهم حتى مرات واحد المسؤول في شو وزارة كانت غادي يلبوا غاز باش تسارع قدموا لد أوف قير راسهم على أساس أنهم عائلة ألبيرتيني من إيطاليا وطاح راوف في المشكل ديال الكارت ناسيونال فدار عند ماليكا وقال ليها علش نسيتي الفاسبورات ديالنا في كازا فهمت السؤال دياله ودخلت المرأة وطلبت من الطباخ ديالها يلقى ليهم شي بلا صافييني باتوا مور ما وعدها راوف باللي غايد دخل عن طباه في فرنسا باش يلقى بلا صال بنتها في باري من اللي وصلوا لطانجة كان ضلام الحال فطل راوف من الصرجم ديال الطوالي تقول لقد دعوا عامرة بالبوليس شدات ماليكا في دراع الطباخ وتمشى والأخرين حدا هم عادك مرة المسؤول تقدم دك الطباخ وسؤولوا البوليسي شحال بكم جاوبوا قال لي استاد الناس دخلت ديالمرأ وقالت لهم راهم معايا سؤولها شكون انتي فمدات لي هلا كارت ناسيونال وقالت له راجلي كاين في الداخلية وخلهم دك البوليسي يفوتوا مشاد ديك المرة وخلتهم عادك الطباخ حاولي نفارد بماليكا اللي حركت فيه السواكين دياله ولكن ماليكا ما كانت باغي يتكمل معاه هاد اللعبة ديالها املي بقوا كيقلبوا على الحل دازوا قدام أوطيل صلازور اللي كانت امهم شركة فيه سؤولوا على الشركاء فقالوا لهم بلي الأب مقرم وولدوا عنده أوطيل أهلا عرض عليهم الطباخ يمشيوا لواحد الكوخ ديالشي صاحبه ولكن ما حالفهمش الحب ودعوا دك الطباخ وركبوا الطاكسي غدين الفندوق أهلا وقفهم واحد الحاجز أمني ولكن شفور قنعهم بلي هادو كليين ديال هاد اللعبة من اللي وصلوا صولوا على مولاه فقالوا لي هم بلي راه مسافر حاول كل واحد من جهتوي صيدوا الخرين من الجنس الآخر ولكن بلا فايدة مشاول الجردة وتمال طاقتهم واحد كي يبيع الحشيش ودهم لوحد البيت فيه شي سياح خرين فخرجوا من ذاك البيت ومشووا تخباوا في واحد القند ديال الجردة في ذاك اللحظة كانت فاطمة أوفقير في كوميساري الدرب مولي الشريف مع الآخرين مور منقلوهم من البيرج جديد نهار لاربع تنين وعشرين أبريل 1987 كان هو اليوم الثالث على الهوروب بدوا الهاربين كيدرسوا الوضعية ديالهم وشافوا بلي أوطي الأهلا جزيرة آمنة ولكن فخ في نفس الوقت فقروا يتواصلوا مع الخارج بأي طريقة فالجأت ماليكة وماريال الحيلة اختاروا واحد المرأة الشارفة وغاربة الأطوار مع ولدها وبقوا كي بكيوا قدامها قالوا الهارة توصلنا بتيليكس كي خبرنا بلي واحد البنت صاحبتنا الدوهر السبيطة عرف باري ولكن ما عرفناش فين وكان عرفوا واحد البنت كتعرفها خدامة في إذاعة فرنسا الدولية هي اللي تقدر تقول لي نافين ولكن ما عرفناش كيفاش نقدروا نجيبه نمرتها فقالت لهم ديك الشارفة علاش ما تتصلوش بميديا ودك شي اللي كان جابوا النمرة دي الإذاعة فرنسا الدولية تصلت ماري ورأوف وجوبتهم السكرتيرا فقالوا لها بغينا رئيس التحرير والمقصود آلان شالفرون تعرفات ماري على الصد دياله وسولاته واش كتعرف أوف قير قال لي هاي لك انت باغت في اللي فأنا ما مساليش قلت ليه اللي احنا ولادو راح نهار بين وباش تقنعوا باللي الخبار صحيح بقى تكتظر على ببها والمصار ديال حياتو فوعدها الصحفي بالاتصال وقالوا ليه تطلب العائلة ديال ألبيرتيني بقى الصحفي كيدير تحرير ديالو باش ما يطيحش في شي فخ بالإضافة لأن فرنسوا ميترون كان غيدير واحد الزيارة الرسمية للمغرب وبما أن الإذاعة ديال صوت فرنسا إذا عموميا كالتمول من الخزينة ديالوزارات الخارجية كان عليه يدير في الحساب الاعتبارات السياسية فدر مجموعة ديالاتصالات واتفق مع المعليين على أنهم يطلقوا واحد الصرخة ديالستينجاد باش يلقاو شي حل ديبلوماسي وش محامي قاد على واحد القضية بكل هاد الحساسية اقترح عليهم آلان شالفرون واحد المحامي اسميتو جورج كيجمو تصلت به ماريا مع الخمسة ديالعشية فبين على البلودة ديالاعصاب المهنية بحالي لا خايف مشي استفزاز ولا بحالها كامور ساعة قليلة من زيارة ديال مترون للمغرب ولكن في المقابل طمأنهم باش يصفت لهم واحد المساعد ديالو المحامي بيرنارد دارتفيل في نفس النهار مع السبعج عندهم كيريون الصحافي الفرنسي في ميديا صفتو آلان شالفرون باش يزيد يتحرف هاد الشي قال لي هوم كيريون بلي باري هي اللي صفتتني شنو هو الدليل اللي كيثبت بلي انتو مولد اوفقير وسولهم شي اسئلة دقيقة فجاوبوها عليها بديقة وبشكل صحيح وكان الجواب الاخير هو اوكي اغبر الصحافي نهار الخميس 23 ابريل وصل بيرنارد دارتفيل لمحامي الاوطيل اهلة مع الصحافي هيرفي كيريون جروا ولاد اوفقير وطلب منهم في اللول يوقعوا على الطلب دياللوجوء السياسي في فرنسا وقال لهم بلي ميترون عارف بلي راهم هاربين فطلبوا منه يشد لهم شي بيت في الاوطيل ولكن ما قدرش يدير هالشي اسباب كتتعلق بالمهنة ديالو كمحامي ولكن جبدأ الفدرهم وعطاها لهم ودار معهم يرجع عندهم غدا في الصباح بدأوا كيدورو فلوطيل وتلقات مالكة مع واحد السبنيولي وطلبت منه النيبرو ديال الحشيش عطاها النيبرو عرضهم للشومبرا ديالو فين كينا مرتو تكيفوا معه شي جوانات وطاحوا ناسو فقوا في الصباح نهارج معه 24 ابريل على واحد الجو صافي وعرضات مرض داك الاسباني على ماليكا الماكياج ديالها أموا الفطور تفرقوا فعمشاوا ولاد أوفقير ونزلوا لكي واحد البار كانت اما واحد شافهم وشك فيهم ومشا قلها الواحد البوليسي فادخلوا واحد الكابينة ديال التليف وبخا كيهضروا كيراقبهم وبالزربة وصلت واحد الصافي ديال البوليس والمسؤولين في طانجة سووا لهم العامد المكلف بالمهمة واش انتوا مع عائلة أوفقير قالوا ليه لا احنا عائلة ألبيرتيني طلب لهم لي كارت ناسيون وقالوا ليه ما عندناش غويت واحد من المساعدون قال ليهم هما هما ومشا عندهم حالي لا بغي يعتقلهم وقفوا ديال المسؤول وقال ليه رجع لبلاصتك خرجوهم من وصد ديال البلاصة اللي كان كل شي حال فمو كيتفرج ودوهم لكوميسارية التنجة وتمطس للعميد المسؤول بالرئيس دياله في الرباط وقال ليه راهم فيه ديالهم قدامك كاملين استنطقوهم وصوروهم وجابوا لهم الفراش والحوت باش يتعشاو والدورة اوفل الدونتيست الغدليه مشاو معاهم البوليس باش يشيروا شنو بغاو فبقوا كيدورو من المحل الاخر واختاروا شنو بغاو وفي نفس الوقت كانت المكالمة ديال المارية اللي سجلوها كتدوز في الإذاعة الفرنسية في العشية ديال نفس النهار نقلوهم الكازا واستقبلهم المدير ديال دياليستي وليوس في قدور حسب ستيفان سميث وتلقوا بمهم والاخرين وبقوا تم شهرين حتى نقلوهم نهار 30 يونيو المراكش باش يسكنوا في واحد الفيلا خصوها لهم في منطقة طرغة تم في انتلقى بهم محامي جورج كيغمو نهار 30 يونيو 1987 وجا عندهم جدهم الكولونية شنا ومراته الثالثة فوكلوا جدهم باش يرجع لهم الممتلكة ديال عائلة أوفقير من الفيلات والأراضي ودور لندون ومارابية ودهب واللواحات وجاوا عندهم تم اخوالاتهم نزها وزينب وفوزية وخالهم واحد ونهار 19 اكتوبر 1987 حولوا شي فلوس تعويض يلي الحساب ديال العائلة في كندا نهار 19 اكتوبر 1987 التازم والي بنك المغرب في واحد الرسالة موجه للسفير ديال كندا والمحامي كيغمو بتحويل الربعام ليون فرانك فرنسي للحساب ديال العائلة في الكيبيك في كندا وكانت هاد الفلوس بحالة تسبيق على فلوسهم اللي كانت ما بين 20 و30 مليون فرنك فرنسي وتقرر تخرج العائلة ديال اوفقير من المغرب نهار 27 اكتوبر وصل لمحامي كيغمو الرباط بالدعوة ديال وزير الداخلية السابق دريس البصري نهار لحد 25 من نفس الشهر ومعالحضاش دليل جاوا عنده لوطيل اللي طلب منهم يمشيوا معاه لدار ديال دريس البصري وقال له ضروري تمشي المراكش في طيارة خاصة ودكشي اللي دير وعطاتو ماليكة برية خاصة في نفس النهار دووزات فرنس بريس واحد القصاصة من اوطاوة في كندا كتكشف فيها على الهجرة القريبة لعائلة اوفقير الكندا ونسبات الخبار المصدر في وزارة الخارجية الكندية العائلة دارت قاع الاجراءات وفحصهم واحد طبيب مغريبي كلفتوا السفارة ديالكندا وصفتوا واحد الكاميو مجهز بالآلة ديال الكشف وتصوير الترغة وصورات العائلة وعطات لهم لي كارت ناسيونال وباسبورات بسمية جديدة الكل من ايمان اللي اخترت اسمية ماريا وسوكينا بسمية ياسمينة وعبداللاطف بسمية عبدالله لغد لي اجلوا لهم ديك تسافيرة وفي وسط شهر مارس جا عندهم محامي كيجمون وتم شهر بصبعه وعند علابوش وبوعبيد المساعدين دي الوزير الداخلية وقال لهم هدو همال اللي مبغوكمش تمشيو وهمال اللي كيقدموكم على انكم خطر وغنتابعهم امام القضاء نهار 28 ابريل 1989 دهر المحامي واحد دندوا صحفية في باري في مقر جمعية فرنس ليبيرتي اللي المديرة ديالها هي دانيل ميترون مرات الرئيس ديال فرنسا الراحل وخلال هاد دندوا علن على انه غايب دل استراتيجية دياله ويقلب على حل ديبلوماسي ويصدر كتاب ابيض كي يخص العائلة والعائلة ديال اوفقير قررت تدعم هاد الكتاب وداروا اضراب على الطعام ولكن ضغياف شل بسباب المعنويات اللي كانت طايحة وخملك قاومت لمدة ديال عشر ايام ومرضاتوا جابوا لها طبيب خاص اما مها فبقى تصامضة في الاضراب ديالها على الطعام حتى ضعفت قدام واحد الوجبة ديالي المشوي فافكرويها ربوعة والتاني ولكن ضغيا تخلاوا على هاد الفكرة ديال الظهريب وبداوي والفحياتهم الجديدة بكفالة تامة فبقرأ اوف كيتفرج في الافلام والفيديوهات النهار كامل وتبلوا الاخرين بالتلفازة ومسلسة سانتا باربارا ولو البنت كيقرأوا الفواسي وفاموا كتيال والرواية الرومانسية والدراري كيقرأوا ليكيب والمجلة ديال السباق وكتب التاريخ اما مهم فاطمة فبقى تكدير بالنصائح ديال جون فوندا وكتمارس الرياضة الجوج مرات في النهار وكانت كتسعفها حتى ملكة مرة مرة وهكا عمروا وقتهم بالرياضة وكيربيوا القطوط والكلاب عبدالطيف مثلا كان عنده واحد الكلب ديال الحراسة الماني شعروا كحل عطاوه ليه البوليس وملي كانت العائلة كيحطوا على عينيه النضادر ديال الشمس كانوا كيحلفوا باللي كيشبه الجينيرار وكيقولوا ببانارا بيناتنا وفي المجموع كان العدد ديال القطوط والكلاب فايت 14 حيوان وقاع هاد الحيوانات كانوا كيأكلوا يوميا لحم ديال الخيول اللي كيجيبوها احسن المجازر ديال المراكش في وسط فبراير 1991 قالوا لهم رغي يجي عندكم واحد الوفد فيه العامل ديال المراكش وعتمان بو عبيدو على بوش فوصلوا في وسط النهار وقلسوا في الصالون وبقوا كيستنوا الأفراد ديال العائلة التجمع دازتوا واحد الربع ساعة وبدأ على بوش كيهضروا وقال لهم راكم أحرار وعود بو عبيد الجملة الجوج مرت قال لي هموش سمعتوني راكم أحرار شدت ماليك الكلمة وسولتهم شنو يعني أحرار جوبها قال لها كيفاش جيتك بأحسن خبار وبغيتي تعقديها مكينش جوج طرق في الحرية ودار عند فاطمة أمهم وقال لي هالحاجة فينا مدينة مغربية بغيتوا تسكنوا وقيل أحسن مدينة هي الرباط قالت له نعم الرباط مدينتنا عندك الحق تمفين عندنا العائلات أما مالكة فكانت كتفضل كازا فقال لي هاتمان بو عبيد بلي هادك مدينة كبيرة وما كتعرفيه فيها حتى واحد معبروش العائلة دي الأفقير على الفرحة دي لهم حتى تخرجوا هاد الناس فبدأوا كيجمعوا حويجهم كاملين مهما كانوا صغار وفي الصباح ديال 26 فبراي 1991 جاء العامل ديال مراكشو على بوش وبو عبيد مع البوليس ولكن كانوا لابسين الباس مداني عادي هزوا معهم الحويج وركبوا العائلة ديال اوفقير فتو موبيلات عادية اوف الطريق وقف على بوش العائلة وعرض عليهم يدخلوا للريستو من اللي يدخلوا للطريق الكبيرة تفاجأت مالكة وقالت بلي المغرب تقدمه تعصرا وصلوا للرباط في وسط النهار وقلسوا شوية عند خالهم وحيد محطوا لهم تشي شرط ولكن كل شي كان واضح يعني خاصهم يدفادوا الاتصال بالصحفة وما خاصهم شي ديروا تشي تصريح ومن اللي يدخلوا للدار هضر على بوش بالفرحة مع خالهم وقال لي ويش ما غا تكبش لنا نشربو كان كي يعرف عائلة الشنق قبل ما يلتحق بالديستي وكان كي يتصرف بحال شي حد من العائلة وفي العشية ديال نفس النهار كانت العائلة ديال اوفقير كانت تحتافل بالحرية ديالهم وبعيد ميلاد عبداللاطيف وكان الرئيس ديالديستي وعتمان بوع بيت حداهم على الطبلة وبقى وحداهم شي سيمانات باش يعاونوهم يبدوا حيات جديدة من اللي طلت ميلاد 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 من باب الجردة شافت جوجتهم بيلاد ديال البوليس والمسؤولين يستقبلوها وشجعوها على الخروج قل لي هواحد يلا خرجي راحنا هنا يا باش نحميوك وفي واحد الصباح خرجت مع ماري يا الاول مرة وصادفات الشوفات ديال الناس بحالي لا كانت كنت مششا عليانا كي ما قالت هيال ستيفان سميث سافرت ماليكة أول مرة مع أخوها رأوف الأوطيل الممونية الكلاس في مراكش ومشا معهم المحامي بيرنارد دارتفيل ومراته كاترين باش يتلاقوا مع الممتل المعروف نسيب فرنسوا ميترون روجي حانين كان هاد الشيف 1991 وكتبت الصحيفة ديال اللي براسيون الفرنسية في العدد ديالها اللي تصدر نهار جمعه واحد مارس على المصير ديال عائلة أوفقير واتبعوها خبارات خرين من وكالات وصحف فرنسية وكانت هاد الرحلة باش يريقلوا الأمور وتسافر العائلة الفرنسا ويهضروا مع الممتل روجي حانين وهاد الشي اللي داروه فانصحهم الممتل ترحوا القضية ديال العائلة في المغرب وما يقلبوش على الحل من الخارج وفي هاد اللي لكنت مالكة مع المحامي ظهر طفيل سولتهم مور ما تعشوا واش عندنا شيء إمكانية حقيقية باش نخرجوا من هاد البلاد قال لها المحامي حسب ستيفان سميث أن الأمر مستبعد وضروري 6 و 3 سنين ولا 4 سنين من اللي رجعت مالكة من ركش حبسات رأسها في الدار المدد لـ 4 شهور وسدت السراجم وردت الرواقات وبقت حسب الرواية ديالها كتاكل الكينات ديال النعاس والأعصاب حتى قررت واحد النهار تبني حياة جديدة في المغرب اللي سماتوا بالحبس الجديد خرجوا العائلة ديال أوفقير من دار خالهم واحد ومشوا وسكنوا في دار جدهم الكوروني الشنة مور أوطيل حياة ريجينسي اللي ولم بعد أوطيل هيلتون وتما حولت العائلة ديال أوفقير ترجع للماضي فكانوا مجموعة ديال الطموبيلات رهن الإشارة ديالهم كيتسابقوا الشيافريي تفتحوا لهم البيبان كل ما خرجوا شيحد من العائلة وكما كان الحال قبل كانوا البوليس ضايرين بالضار باش يوفروا لهم الأمن أما الغدافة كان كيجيهم من الرستورات في الليل كانوا الدلالي كيمشيوا الليبوات مع الحراس الخاصين ولكن رأوا فرجع لواحد الميدان معروف عنده فعبدالطيف كان كيحتاج للتدخل ديال الحراس الخاصين من اللي كيقعوا المشاكل ولات العائلة ديال أوفقير كيتسوقوا من أحسن الأسواق الممتازة بحال مرجان ولا الغولف ولا كل ظهور علني بمثابة حدث ولكن هاد الشي كامل ما كانش كافي بالنسبة لعائلة أوفقير وقالت مالك على هاد الشي باللي راهم كانوا كيستنوا ويردوا العطيبار وحسب لهم رجعوا للحياة من النقطة اللي وقفت عندها في النهاية ديال 1991 طلبات منهم يسحبوا داك الأمن المشدد وناضع لابوش وبوعبيد تم سحبوا داك البوليس في ديك الفترة كان جدهمش نتكفل بالنفقات ديالهم فبعد فاطمة الدار ديالها في كازا اللي كان في حي آنفا وصرفت قاعدوا كل الفلوس على ولادها واضطرت نسى ثلاثة العمارات وشي ضيور في الرباط مرمت تهمة راجل كلتوم اللي هي من عائلتها باللي استولى وعلى داك الإرث في ديك اللحظة نصحى على بوش وبوعبيد تمشي عند شي محاميين معروفين باش ترد لممتلكات ديالها منها بقعة أرضية عليها أوطيل مشتارك مع شركة إيطالية وثلاثة ديال البقعة أخرين في الرباط وكبانوا على البحر ديال أقادير مسجل بسميت عبداللطي كانت فاطمة كتعطيل كل واحد من ولادها عشر آلاف درهم كل شهر وشرت لهم الطموبيلات وكرت لهم برطمات فاكترو عليها الكريديات وهذا الشي اللي خلج دهم يسلم لهم داره في الرباط أمورها بعام انتقلت فاطمة أوفقير تعيش في واحد دار ديال الكريبين الرباط وكازا قبل ما توصل واحد الاتفاق مع المالك ديال دارها وتنتقل تعيش تماما مع ولدها عبداللطيف داو الأفراد ديال العائلة كيستقلوا بحياتهم الخاصة وهكا نجحات مالكة ومارية من 1991 بالمعاونة ديال صحابهم في المركز الثقافي في السفارة الفرنسية أنهم يمشيوا اللارفود باش يحضروا تصوير ديال أطلانتيد وهكا دوزوا شهرين وسط ديكور خرافي تعرفت مالكة على واحد السيد إيطالي من ميلانو فاضنات أنها رجعت لحب الطايع ولكن دغيت فارقت مع هاد الإيطالي اللي كان بغي يسمح في بلاده على ودها رفضات العرض وحست بأن العودة وسط العائلة صعيبة بزاف ومن اللي رجع الصادق ديالها باش يدوز عشريا في المغرب نبهوها الأجهزة السرية للخطورة ديال هاد الشي فمشات بغد دخل عنده في الشومبر دياله في الوطيل ومخلاهاش واحد لبوليسي فغوتت عليه كيما قال ستيفن سميث وقالت له غان مارس مع اللي بغيت وأنا فاخو رح يتعمري مارس مع شي مغريبي وكتبو هاد الشعل الشاهدة ديال قبري قرات مالكة من بعد دير الحد لهاد العلاقة واتلقت مع واحد المهندس فرنسي كبر في الوبنان وقبل ما يسالي 1992 لقات الخدمة كموصممت أزياء في واحد الفيلم خورس ميتو عن الأرض والدم خرجات من رباط ومشات الكازا مور مالقات الخدمة بالفضل ديال نوردين عيوش اللي وضفها كموصممت ذيكور في شركة شمس مور هادرت المقاولة ديالها الخاصة زوم آفون بروديكتون وفنوان بيرفو 1996 مثل هذه دور متمردة ريفية فيلم مكتوب لنبي العيوش أما بالنسبة للمريم فخرجت من دار خالها وحيد واستقررت في دار بنت خالتها وكانت ثورية مرتعة من بو عبيد هي اللي سهلت الانطلاقة ديالها حيث قدمتها لمديرة مركز تكوينت تربوي المنار المكلفة بالأطفال المعاقين وفي يونيو 1994 دات الدبلوم ديال المدرسة واتلقت بكاميرامان وتزوجوه وولده بنية اسموها نوال مور مريم تزوج رأوف الولد الكبير ديال أوف قير وتزادت عندهم بنية نهار 13 شتنبير ولكن في سويسرا وسموها تانية وتفارق رأوف مع أمراته باش يتزوج بواحد البنت أندلوسية كان هو الوحيد اللي يجمع معلومات كتير على الجنرال بقى كيسوه القاع اللي تلقوا به من الصفور للوزير بقى كيقلب على الملامح الغايبة على أباه والجوانب المظلمة واحد النهار شاف بالصدفة ميشيل روكار في أطير وايال منصور في كازا كان السيد في هدلوقت خرج من المنصب دياله كوزير أول فدوز له رأوف واحد برية صغيرة وقبل الدعوة دياله وعيط له يهدر معاه وعود له أفقر ذك الشي اللي اسمه بالحرية المزيفة واللي راه كيعيش فيها فجاوبه روكار وقال لي أنه فيما يخص حقوق الإنسان فأنا إنسان عاجز وعوض ما يعيش عادي بقى كيستنى كانت مارية على الطرف النقيد الخوه ما بقيتش باغية تعيش في المغرب وما كتفكر في الأملاك اللي غايسترجعوها وبقيت كتستنى الفرصة اللولى الهريب وفي هذا الوقت كانت خدامة كمساعدة في الأكسسوارات السينمائية في عام 1993 تبنت واحد طفل اسمته مايكل وكانت عنده عام ودرت عليه معركة طويلة باش يسميت هالعائلية أما سوكينا فكيحكي ستيفان سميث كيفاش كانت كدوز الصيف ديال 1991 في البحر ديال بوزنيقة مع صاحبة ناول السلاوي وكيفاش صادفات وزير الداخلية دريس البصري بلبس البحر ومشات عنده قاتله أهلا أنا سوكينا أوفقير تراجع الوزير بحالي لا شافش شابه أمر واحد اللحظة ديال السكات ورات له سوكينا بصبعها عند البحر وقاتله بالنسبة لك سيد الوزير لما ديال البحر زرق ولكن بالنسبة لي رهك حل فتمتم الوزير ووعدها بأنه غيريق لها الأمور ومن جهتها قدمت واحد طلب باش يخرج لها الباسبور ولكن وزارة الداخلية قلت لها باللوقت غير مناسب باش يخرج لها الباسبور حسب ستيفان سميث وبقات كتمشي يوميا للوزارة حتى جروا عليها نهائيا ونحازت لحياتها الخاصة في الرباط كتجمع الأغاني وكترسم بورتريات وكتحضر الجوالات ديال الفنانين الفرنسيين بحال جون جاك جولدمون وساهمت في ألبوم غنائي مخصص للطبر وعدي المحاربة السيدة وسجلت خمسة ديال الأغاني بفلوسها في واحد الستوديو في كازا أما عبدالطيف أوفقير فكي يقول سميث أنه استمر على حياته الصاخبة مع الحراس الخاصين دياله وفي واحد الليلة من الليالي ديال نوم بـ 1991 خرج من اللوطيل سكران ودخل في واحد السيد راكب على الموتور بلا ما يتعاقب وكانت الصدمة ديال عبدالطيف قوية على الموت ديال الحمزة من عائلته شربه شرب بزاف وتكيف الحشيش وسرق حمزة السوار ديال طوموبيل ودخل في واحد الحيث بقوة ومات نهار 25 فبراير 1994 انشار لوموند واحد المقال موقع من أولاد أوفقير كاملين طالبوا بالحل المشاكل ديال ومراها استغلت ملك الزيارة ديال جاك شيراك ودرت في أوطي الحياة رجنسي رسالة بسمية واحد من المرافقين ديال وحطت فيها ستد صور بالألوان باش يوجدوا لهم باسبورات مظورة وكانت هدي هي آخر محاولة جماعية لهم باش يهربوا بالوثائق حيث حدود سبتان محتلة كانت تعرفت بنت أوف قير على هاد الفرنساوي في واحد الصهرا في كازا وعواض ما يخرج المغرب كما كان عنده نهار 18 نو مبير هو بقى في المغرب ومشا المارسيليا تواصل مع واحد المحامي كان مستعد دريق للدعوة باش تدخل سوكاين الفرنسا وجاب يهجرها سريا وفي تسعة دوجنبير شدو الكارل تيطوان ولغد ليه في الصباح شعاد ديوان باللي الصويرة ديال الباسبور ماشي ديالها ومور ما استنطقوها بينات ليهم شكون هي وشدوها قبل ما تمشي الكازا في شلات توكاين ونجحات ماريا ففي يونيو 1996 قد دات هي تخرج من المغرب بالمساعدة ديال الجوج من الأصدقاء ديالها فرنسويين هما بير كادياكو إيديث في سبيريني الأول كان خدمت تقني سينمائي ونجح بهذا الصف يكري واحد الباط باسم الشركة ديال باري نيويورك للإنتاج من 18 ح 23 يونيو باشي صور واحد الوصلة إشهارية أما إيديث فهي مصممة أزياء خدمات مع ماريا في مجموعة ديال الأفلام في المغرب نهار لأربعة 19 يونيو مشات ماريا ولدها بتبني مايكل وعاش راش شن لشمال المغرب وقلصو في ماري ناسمير وتم منين غير كبوف الباط مع بير كادياك والشفور اللي ما كان عارف والو على هاد الهروب وغير تضلو وجه جهة مار بلا احتنط معهم واحد العاصفة قوية وعطاولهم الحراس لأمر بش يرجعون للمرصة ولكن تحايلوا ومش وجهة سبتة وتم فين بقوا عند واحد القاعدة عسكرية تصلت ماريا بلا محامي كيجمو ومضيعش هاد الفرصة فاتصل مع واحد من صحابه اللي ربط له الاتصال مع السفير ديال سبانيا في الرباط وطلب منه يدخل فهد الوقت كان جاكشيرك في فلورنسا باش يشارك في قمة الاتحاد الاوروبي ومن ايطاليا اعطى الموافقة دياله على الاستقبال ديال بنت اوفقير في فرنسا ووصلات ماريا الباري نهار ثلاث خمسة وعشر يونيو امور ما دست ربع ايام دست كضيفة على النشرة ديال التمنية في القناة الثانية ديال الفرنسا في المغرب كان هذا الخبار بحال شي يقوم بولا بالنسبة للعائلة ولكن الرجال ديال دي استيمت تصلوا بتا واحد من العائلة وماش تدود تاشي صحافي بغايت تقرب منهم ولو يستجوب هم وفي تمني وعشر يونيو اعلن الريس البصري على انهم يسلم لهم الباسبور للقاع الافرد ديال العائلة وقال بالنسبة لنا مبقاش تمشي قضية اسمية قضية عائلة اوفقير وصلت ماليكا ورأوف سكينة وعبدالطيف البار نهار 13 يوليوز ولقوا ماريا في الاستقبال وملقوش الصحفيين مشات ماليكا عند الصديق ديالها ايريك وسكينة عند جاميل الكلاوي وتفرقوا الخرين مور الوصول ديالهم استقبلهم المحامي كي جمون امكم بوحدها هي اللي عندها اللغز ديال هاد الاسرار واشزع ما غا تكشف لنا عليها شي نهار وبالاضافة لهاد الشي جاوبهم على السؤال ديالهم الى كانوا قاد دين يستفدوا من المعاش ديال الجنرال اللي خدم فرنسا وقال لهم مش راكم عارفين باللبا كوم راهم طلوب للعدالة وكانت النتيجة امور ما وصلت لام الفرنسا انهم سحبوا منه الميلف وسلموه البيرنارد دارد فيل استمرات الحياة ديال الفرنسا بلا مفاجآت ورجعت ماليكا للمغرب فاعتقلوها في قضية الحشيش امور مسلكة القضية قررت عمرها ترجع للمغرب اما راوف فتوزعت الايام دياله بين المغرب وفرنسا وسبانيا في قوش 1997 شارك في اول كونغريس امازيغي في جزر الكاناري والزوجات ماليكا بالصديق ديالها ايريك بوردروي واستقرت فاطمة اوفقير في برطمة بموم مارتر لهذا اللحظة كتسالي الحكاية ديالنا على المحطات السياسية مسيرت اوفقير وطبعا يقدروا يكونوا اختلافات في الروايات ويقدر نكونوا غفلناش حال من جانب ولا نسيناش حال من حاجة ما ذكرناهاش داك الشي علاش الردود ديالكم كيكون عندها دور كبير ويا من مرة كنستفدو معا بزاف ديال التعليقات فما تبخلوش علينا بردودكم موعد هنا سيئة جدد في قصة سياسية جديدة على قناة زاوية اخرى ما تمشيوش بعيد غان رجعو نتلقوه في القريب العاجل طه الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة